بالنسبة لي وأنا هنا لا أريد أن أفرض طريقتي في الوصول إلى الوضوح على أحد إنما أقول لكم وبشكل صريح زيارة الأربعين تتميز عن كل الزيارات ولذا عدها إمامنا العسكري علامة للمؤمن عندنا زيارات كثيرة مخصوصة أسبوعية شهرية سنوية نهارية ليلية ما عندنا زيارة واحدة وصفت بشكل صريح وقاطع من أنها علامة المؤمن زيارة الأربعين تتميز عن كل الزيارات إنها علامة المؤمن مثل ما ذكر إمامنا الحسن العسكري من أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم من علامات المؤمن فكما هي البسملة واضحة في الكتاب كذاك زيارة الأربعين واضحة بين الزيارات ومثل ما ذكر إمامنا العسكري من أن التختم باليمين من علامات المؤمن وأفضل التختم بالعقيق والفيروزج والدر النجفي والياقوت فزيارة الأربعين ياقوتة الزيارات درة الزيارات عقيق الزيارات فيروزج الزيارات زيارة الأربعين وسام حسيني يتميز به من يوالي حسينا حق الولاء لا أريد أن أقول أكثر من ذلك وأما حدث الأربعين فإن ما جرى في يوم عاشراء سيبقى مبتورا سيبقى ناقصا هناك لوحة كاملة لكن هؤلاء لا يمتلكون ذوقا حسينيا هؤلاء المراجع والعلماء بالسبب ارتكاسهم في الفكر المعتزلي لا يستشفون ولا يتذوقون ولا يتحسسون ما يريده الحسين في تلك اللوحة الكاملة عاشراء ستبقى مبتورة من دون مسيرة السبايا فالحسين فالحسين بين هذا لمحمد بن الحنفي وهو بيان لنا شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا لوحة متكاملة وهذه اللوحة المتكاملة تبدأ بكربلاء وتنتهي بكربلاء ومن لا يدرك بذوقه الحسيني هذه الحقيقة فتلك مشكلته ماذا نصنع له شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا البداية من كربلاء هنا قتل الحسين وهنا سبية عيال الحسين ولابد أن يعود الرأس إلى كربلاء ولابد أن تعود العقيلة إلى كربلاء لوحة متكاملة في غاية الإبداع والإتقان والحسن بوجداننا الشيعي الحسيني لا نستطيع أن نتصور عاشراء من دون الأربعين لا نستطيع أن نتصور ذلك ربما قد تقول لي ذلك أمر موروث كالعادات الموروثة وربما تقول لي إنه أمر وطنت نفسك علي وتعودت علي وتعشقته أنت كل هذا في مقام الجدل يمكن أن يقبل لكننا لكننا فيما بيننا وبين أنفسنا نعرف أن القضية ليست هكذا هناك ذوق حسيني تلك هي الحرارة التي تحدث عنها رسول الله وتلك الجذوة التي تتوهج في بواطننا هناك معرفة مكتومة حسينية في بواطن المؤمنين الحديث عن الحسين يتشعب ويتشعب ويطول على أي أساس بنيت هذه القناعة أنا لا أفرضها عليكم لا شأن لي بكم من هنا سأبدأ في هذه المقاربة كي أقرب لكم الصورة أنني أقرأ من كتاب الاحتجاج لشيخنا الطابرسي رحمة الله عليه وهذه الطبعة منشورات مؤسسة الأعلم الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزعين صفحة 158 عن إمامنا الصادق إن الله عز وجل لما خلق العرش أصبروا علي أصبروا علي إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين و لما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه إنه ماء الوجود هذا هو الماء الأول هذا الماء الذي جعل منه كل شيء حي إنه ماء الوجود الماء الأعلى الماء الأول إنه فيض حقيقة المحمدية الأول إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين و لما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين و لما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين و لما خلق الله عز وجل اللوح كتب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ويستمر الحديث كتبها على جبهة إسرافيل كتبها في أكناف السماوات كتبها في الأراضين على أجنحة جبرائيل في كل مكان في كل جهة من جهات التكوين كتب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين إنها كتابة تكوينية الحديث يأتي بلسان التقريب كتابة التكوين ليست كالكتابة بالأخلام على الورق إنها كتابة التكوين فكل التكوين كتب عليه هذه الحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين إلى أن يقول إمامنا الصادق فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين التطابق بين التكوين والتشريع هناك تطابق بين الغيب وعالم الشهادة ولكن هذا التطابق يظهر في كل عالم بحسبه هناك تطابق بين التكوين والتشريع فالتشريعات هي صدى لما عليه التكوين وما يجري في عالم الشهادة هو انعكاس لما يجري في عالم الغيب وهناك تواصل وتعانق بين هذه الحقائق نحن لا نبصره هم آل محمد يبصرون ذلك وكل التشريعات في كل الديانات قائمة على مثل هذه الملاكات التي يعرفونها هم صلوات الله عليه فبعد أن كتبت الكتابة التكوينية لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين في كل التكوين كتبت في التشريع لكن الإنسان هو الذي أعرض عنها مراجعنا هم الذين أعرضوا عن الشهادة الثالثة بلسان الوجوب والجزئية القاطعة في الأذان والإقامة والتشهد الوسط والأخير وفي إعلان الإسلام وفي كل مقام يأتي فيه ذكر الشهادة الأولى والثانية فإنه لا قيمة لهاتين الشهادتين في سوق الحقيقة من دون الشهادة الثالثة فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين انعكاس التكوين في التشريع هذا هو عالمنا الذي نعيش فيه ما علاقة ما جاء في هذه الرواية بموضوعنا ونحن نتحدث عن زيارة الأربعين عن حدث الأربعين عن مناسبة الأربعين زيارة الأربعين أساسا شرعت بسبب حدث الأربعين لأنهم جاءوا إلى كربلا فلما جاءوا إلى كربلا علينا أن نجيء إلى كربلا أن نذهب إلى كربلا إنهم جاءوا ها هو السجاد قادم إنها العقيلة أطفال الحسيني بنات علي ها هو النصف الثاني من المشروع الحسيني العملاق بشخوصه من النساء والأطفال وهذا إمام المشروع الحسيني قادم هذا سجادنا هذا إمامنا هذا أنيس الساجدين لقد جاءوا 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 البشرى يا جابر البشرى يا جابر هذا علي بن الحسين مع عماته لقد جاءوا لقد أقبل الركب الحسيني ها هي اللوحة الحسينية الكاملة تتكامل هنا شرعت زيارة الأربعين هذا هو ملاكها ملاكها الحقيقي هو هذا لكما يخرج علينا هؤلاء بهذا الهراء لا أريد أن أعيد كلامهم الرواية هذه جئتكم بها مثالا كي أنتقل بكم إلى أجواء الأربعين كامل زيارات الرسالة العملية العقائدية للحسينيين حديث الباقر وصادق حديث محمد وآل محمد الباب السادس والعشرون هذه طبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران وطبعته كثيرة كامل الزيارات الباب السادس والعشرون الرواية السادسة إنها عن زرارة عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه يا زرارة يا زرارة وهذا الخطاب لي ولكم جميعا لنا جميعا هذا الخطاب ولهؤلاء المراجع ولهؤلاء العلماء نحن شيعتهم وهؤلاء شيعتهم الخطاب لنا جميعا يا زرارة إن السماء بكت على الحسين أربعين صباحا بالدم من اللحظة التي قتل فيها الحسين السماء بكت أربعين صباحا بالدم وإن الأرض بكت أربعين صباحا بالسواد وإن الشمس بكت أربعين صباحا بالكسوف والحمرة وإن الجبال تقطعت وانتثرت وإن البحار تفجرت وإن الملائكة بكت أربعين صباحا على الحسين فلماذا نحن لا نبكي أربعين صباحا على الحسين لماذا لا نرتبط أربعين صباحا هذا هو التعانق بين التكوين والتشريع التعانق بين الغيب والشهادة المضمون هو هو فإن أربعين الحسين إنعكاس لهذا المعنى ولكن الذين يرفضون الشهادة الثالثة هم أنفسهم هؤلاء يرفضون أربعين الحسين يجدون الطرق الملتوية فمثل ما يقولون إن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لا بعنوان الجزئية التوى يلتوون أيضا هنا من أن العائلة الحسينية ربما جاءت في السنة القادمة ربما التقت بجابر في كربلاء ولكن ليس في يوم الأربعين الهراء هو الهراء الهراء هو الهراء إنهم لا يملكون بصيرة كي يدركوا حقائق ثقافة العترة هذا هو لحن القول إنا لا نعد الرجل منكم فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول لا يكون الرجل منكم فقيها في نظر الإمام الصادق في نظر صاحب الأمر حتى يعرف معارض كلامنا هذه معارض كلامهم أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى وسألوا أنفسكم لماذا الأربعون في كل جهة إلا حينما تأتي إلينا نشكك فيها لماذا يا زرارة إمامنا الصادق يقول له يا زرارة إن السماء بكت على الحسين أربعين صباحا بالدم وإن الأرض بكت أربعين صباحا بالسوات وإن الشمس بكت أربعين صباحا بالكسوف والحمر إلى أن يقول وإن الملائكة بكت أربعين صباحا على الحسين الرواية طويلة أذهب إلى موطن الشاهد منها إمامنا إمامنا الصادق يقول وما من عين أحب إلى الله ولا عبرة من عين بكت ودمعت عليه أربعين يوما أربعين يوما ليس موجودا في الرواية ولكن السياق واضح التطابق بين تكوين والتشريع التطابق بين ما يجري في عالم الغيب وما يجري في عالم الشهادة التطابق بين الأصل والفرع بين الأصل والظلال وما من عين أحب إلى الله ولا عبرة من عين بكت ودمعت عليه وما من باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة وأسعدها عليه ووصل رسول الله وأدى حقنا إلى بقية الرواية الأربعين الحسيني على الأرض انعكاس لهذا الأربعين الملكوتي العظيم هناك أربعين يحدثنا عنها إمامنا الصادق ومتى بدأت بدأت من يوم عاشورة يا زرارة إن السماء بكت على الحسيني أربعين صباحا بالدم من يوم عاشورة وإن الأرض بكت أربعين صباحا بالسواد من يوم عاشورة وإن الشمس بكت أربعين صباحا بالكسوف والحمرة من يوم عاشورة وإن الملائكة بكت أربعين صباحا على الحسين وإن عائلة الحسين سارت أربعين مرحلة حتى وصلت إلى كربح العام من يوم عاشورة إلى أن جاء يوم الأربعين نذهب إلى فاصل صحائف المشروع الحسيني فيها الكثير من الأسرار أنا أقرأ عليكم من كامل الزيارات الرواية الطويلة المبسوطة التي نقلها قدامة ابن زائد عن أبيه عن إمامنا السجاد ومما حدث به إمامنا السجاد زائد من كلام عن عقيلة بن هاشم تتحدث مع إمامنا زين العباد فتقول ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المدرجة إنهم الذين أعانوا الإمام السجاد في دفن الأجساد الطاهرة العقيلة هكذا تقول من أن هؤلاء قد أخذ الميثاق عليهم ليس بالضرورة أن يستشعروا ذلك إنهم مهيئون لهذا الأمر هناك جوانب في المشروع الحسيني نحن لا ندرك أبعادها وأغوارها لكن تتسرب إلينا بعض الحقائق من بين كلماتهم الشريفة هذه كلمات العقيلة صلوات الله وسلامه عليها ماذا تقول ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون في أهل السماوات إنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المدرجة وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك قطعا بهندسة الإمام السجاد هذا الذي نشاهده الآن قبر للحسيني وعند أقدامه قبر لعلي الأكبر وقبر لحبيب الأسدي وقبر للشهداء وقبر هناك لقمر الحسين هذه الهندسة جاءت جزافا السجاد حضر جزافا بالله عليكم تتصورون هذا المعنى دعونا من هراء مراجعنا الذين يضاعفون رواية مجيء الإمام السجاد لدفن الأساد مراجعنا بحسب قذارات علم الرجال يضاعفون هذه الرواية دعونا من هراء مراجعنا إمامنا السجاد جاء إلى كربلاء وهناك بانتظاره ليس بالضرورة الجميع ربما هناك أفراد قلائل هم الذين حركوا الساحة هؤلاء الذين تتحدث عنهم عقيلة بني هاشم ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة مثلما بقي محمد بن الحنفية صلوات الله عليه عينا للحسين في الحجاز وما هي المهمة الأصلية المهمة الأصلية أن يقود حركة الثأر فهو الذي كان يوجه المختار برنامج مفصل هناك صحائف مشحونة بالأسرار ما استطعنا أن نصل إلى تفاصيلها لكنني كما قلت قبل قليل تتسرب إلينا بعض المعاني من بين سطور حديثهم من بين سوانح كلماتهم صلوات الله عليهم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ أُناسٍ من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون في أهل السماوات إنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المضرج بإشراف وهندسة من سجاد العترة الطاهرة وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره هذه هندسة الحسين هندسة السجاد وهندسة الباقر ومن جاء بعد الباقر منهم صلوات الله عليهم إلى يومك هذا هذا البناء ما هو ببناء الحجر إنه بناء الحقيقة وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهور وأمره إلا علو والمحو والتطميس قد يكون في واقعنا الشيعي قد يمارسه مراجع ما عندنا روايات من أن أكثر مراجع الشيعة أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فربما يكون الذين يمارسون عملية المحو والتطميس هم من داخل الواقع الشيعي حينما تتحول مجالس الحسين إلى منابع للفكر الناصبي وإلى تسطيح للعقول وتعبيد لشيعة للمراجع الشيعة يعبدون للمراجع رجال الدين في الوقت الحاضر اتخذوا مال الله دولا واتخذوا الشيعة خولا هذا هو الواقع الذي نلمسه كل يوم لماذا الفكر الناصبي هو الذي يتحكم بالواقع الشيعي لماذا لماذا القطبيون هم الذين تغدق عليهم المرجعية بالأموال وبالألقاب وتفتح لهم الأبواب لماذا لماذا الشيعة يصفقون لهم يصفقون لكل شخص عب أعقله بالفكر الشافع المعتزلي لماذا لماذا حديث العترة يحارب لماذا تفسير القرآن وفقا لمنهج محمد وآل محمد يرفض ترفضه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بأوامر مراجع الشيعة والتفسير الذي يوجه الناس إليه هو التفسير الناصبي التفسير الذي أخذ من أعداء آل محمد لماذا كل هذا يجري أفليس هذا من المحو والتطميس للمشروع الحسيني محاولات قد تنجح في بعض الأحيان وقد لا تنجح إلا أن أمر الحسين يعلو ويعلو ويعلو هندسة إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه على المستوى الجغرافي والمادي حين قسم القبور والمقامات إنه ينظر إلى بعيد إلى بعيد إمامنا ينظر إلى بعيد هذا هو الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار إمامنا الرضا يحدثنا عن السجاة صفحة مية واربع حديث ستة وثلاثين ماذا يقول إمامنا السجاة كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين هذا جزء من مخطط هندسة السجاة على المستوى الجغرافي وعلى المستوى المعنوي كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق هناك برنامج إنه زيارة الحسين إنه زيارة الأربعين فمثلما سارت ركائب زينب وركائب الرباب وركائب سكينة والطاهرات طاهرات الأذيال مثلما سارت ركائب هن باتجاه الغاضريات فإن ركائب قلوب شيعته تسير إليه من الآفاق فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان لا أريد أن أقف طويلا على هذه الرواية لكن الرواية تتناغم مع هذه المجموعة الجميلة التي اقتطفتها لكم من حديثهم إنها باقة تتزين بكلامه من نوري وعبق الحديث السجادي تلك هي هندسة محمد وآل محمد نذهب إلى فاصل كلهم حائرون هؤلاء هؤلاء المراجع والعلماء والقطباء والمفكرون حائرون كيف وصل الخبر إلى جابر الله سبحانه وتعالى منذ أيام رسول الله بعث جبرئيل إلى كربلاء وجاء بتربة والحكاية معروفة أو دعها رسول الله عند أم سلم وأخبرها إذا ما فارت دما عبيطا إن الحسين قد قتل في اللحظة التي قتل فيها الحسين فارت تلك التربة دما عبيطا ما نحن وإياكم رأينا هذا عبر الأقمار الصناعية رأينا التراب يفور دما عبيطا في الحرم الحسيني ما نحن جميعا رأينا ذلك المرجعية طمست هذه الكرامة مرجعيتنا في النجف طمست هذه الكرامة ومثلما تطمس هذه الكرامة بشكل حسي تطمس حقائق معارفهم لو رجعنا إلى الزيارة الناحية المقدسة فإن الإشكال سيرتفع بالتمام والكمال لكن زيارة الناحية المقدسة ضعيفة السند بحسب قذارات علم الرجال الذي يعشقه مراجعنا من المرجع الأعلى فما دون ويدمرون حديث العترة بهذه القذارة الناصبية عودوا إلى زيارة الناحية المقدسة أنا أقرأ من الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار بشكل سريع وصلنا إلى هذه المرحلة والشمر جالس على صدرك إلى بقية التفاصيل الزيارة تتحدث بالتسلسل والشمر جالس على صدرك إلى بقية التفاصيل مباشرة وسبية أهلك كالعبيد ورفع على القناة رأسك وسبية أهلك كالعبيد مباشرة والشمر جالس على صدرك ذبح الحسين رفعوا رأسه على القناة وهجموا على الخيام والشمر جالس على صدرك إلى أن تقول الزيارة ورفع على القناة رأسك وسبية أهلك كالعبيد يساقون في البرار والفلوات إلى بقية التفاصيل وهنا تقف الزيارة للتوضيح فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام إلى بقية التفاصيل ثم تعود إلى السياق فقام ناعيك عند قبر جدك الرسول متى بعد القتل مباشرة ما هذه ألفاء تفريعية وواضحة جدا فاء تفريعية وترتيبية في نفس الوقت فبعد أن رفعوا على القناة رأسه الشريف وسبي أهله في تلك اللحظات في نفس تلك اللحظات فقام حتى الفعل قام فيه إشارة واضحة في نفس اللحظة بسبب تلك التربة التربة التي فارت فقام ناعيك عند قبر جدك الرسول فنعاك إليه بالدمع الهطول يا رسول الله قتل سبتك وفتاك هذا الكلام قيل لرسول الله في اللحظة نفسها لا بعد هذا بمدة بعد أن وصل الخبر بعشرين يوم فإن الخبر قد تحقق في المدينة في نفس اللحظة هذه زيارة ناحية واضحة جدا ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على علم الكلام ألا لعنة على علم الأصول ألا لعنة على الثقافة الحوزوية الناصبية الزيارة واضحة أنا لا أريد أن أطيل الوقوف كثيرا أنتم عودوا إليها وانظروا في نفس الوقت رفعوا على القناة رأس الحسين وسبوا أهله كالعبيد فقام ناعيك عند قبر جدك الرسول فنعاك إليه بالدمع الهطول قائلا يا رسول الله قتل سبتك وفتاك واستبيح أهلك وحماك وسبيت بعدك ذراريك وفجعت بك أمك الزهرة فجعت متى بعد وقت طويل أو في نفس اللحظة جنود الملائكة المقربين تعزي أباك أمير المؤمنين وأقيمت لك المآتم في أعلى علي إلى بقية التفاصيل فقام ناعيك عند قبر جدك الرسول فجابر علم بذلك قضية واضحة القضية واضحة واضحة جدا وحينما نقرأ زيارة الأربعين أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في آخر الزيارة ماذا نقول فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم الأجساد كاملة هنا في زيارة عاشوراء لا ذكر للأجساد في زيارة الناحية المقدسة هناك حديث عن أجساد وأعضاء مقطعة وعن رؤوس مشالة وعن دماء سائلة الأجساد ما هي كاملة أنتم اقرأوا زيارة ماذا تستشعرون المعنى هل أن زيارة تتحدث عن أجساد بلا رؤوس نحن نقرأ زيارة الأربعين فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم إننا هنا نسلم على أجساد كاملة لقد عادت الرؤوس عاد السجاد وعادت الرؤوس لقد اكتملت اللوحة الحسينية ها هي العائلة التي شاء الله أن يراها سبية ولقد وعدها الحسين وعد العائلة من أنهم سيتخلصون من الأشرار فقد تخلصوا من الأشرار وعادوا إلى أكناف الحسين عادوا إلى أكناف الغاضريات الصورة مبتورة من دون الأربعين والأجساد ناقصة من دون الرؤوس وجابر وعلم في نفس اللحظة لماذا فقام ناعيك عند قبر جدك الرسول ومبتورة ومبتورة اخرى كي اكمل حديثي معكم